الله الرحمن الرحيم أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي اليوم راح نتحدث على موضوع البلاسامي شين معنى البلاسامي؟ البلاسامي بشكل عام خلي أوضح لك فكرة شون هو على سبيل المثال طلاب احنا باللغة الإنجليزية عدنا بعض الكلمات هاي الكلمات ويمكن أن نستخدمها ويا كل شي فمثلا عدنا الفوت نقدر نقول يعني رجل أقدام الرجل أو أقدام الفراش أو أقدام مثلا الجبال خلينا نقول جذر مالته زين وكذلك احنا عدنا مفردات نستخدم هنا بأكثر من موقف وأكثر ما كان معه أكثر من شيء هذه الحالة نسميها البلاسامي تعريف مالته هذي هذي المعنى يرجع وكذلك ما يوجد تكنوليكي 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 نون وولذي يعرف بالبلسامي بلاسامي 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 يرجع يمكن أن نعرفها Written or spoken إذن هي مكتوبة أو ملفوظة Having multiple meanings تحتوي على معنى مزدوج That are related by extension والتي ترتبط بشيء معين Examples The word head على سبيل المثال كلمة head used to refer to the object top or your body or your body إذن top الhead يمكن نستخدمها أكثر من موقف ويا الأبجيكت وكذلك الbody Front on top class of person at the top إذن هذي top ممكن نستخدمها أكثر من موقف الhead نقدر نستخدمها أكثر من موقف كذلك feet of person feet of bed feet of mountain one person does water does color does do color stow هذي ال plosimy If we aren't sure whether different uses of single word are examples synonymy or plosimy we can check in the dictionary if the word has multiple meaning if a word has multiple meaning then there will be a single entry with an empowered list of different meanings of that word نحن 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 بخير آخر أهن نحن مجرد يعني لا نحن نحن أصلا هي يعني كلمة تعريفة يعني الكلمة اللي يمكن استخدمها باكثر من موقف بالنسبة للهامفونز احنا ذكرناها شون هي قلنا كلمات متشابهة بالمعنى اما الحامنامز بالنسبة للهامنامز فاحنا قلنا عليها كلمات يمكن ان يكون لها اكثر من معنى حسب الموقف يعني مو كلمات تستخدم اكثر من الموقف زين يعني فبدل ما نجعل الكتاب هنا وهي شوية اكو خربطة يعني هواي سوالة في مالها داعي يعني مجرد هو دي يسوي مراجعة لكل مصطلح والفرق ما بينها ان شاء الله هذا موضوع البلاسمي يغطيناه واي سؤال او استفسار فان حاضر تقدر تكتب بالتعليقات اتمنى تشترك بالقناة واشارك هذه الفيديوهات تقبل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته